هذا السؤال وهو الأخير يقول انتشر عندنا في بلادنا من يقول إن تارك أعمال الجوارح مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة هل هذا القول صحيح؟ كذاب هذا ما فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة إن الأعمال إنها من الإيمان إنها من الإيمان ولا يصح إيمان بدون عمل كما لا يصح عمل بدون إيمان فهما متلازمان متلازمان هذا قول أهل السنة والجماعة هذا قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصير ولو قدر فيه خلاف من بعض أهل السنة فإن العبرة بما قام عليه الدليل وعليه الأكثر عليها أكثر أهل السنة ويعتبر هذا قولاً شاذاً مخالفاً لا يعتبر يحتج به نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة